وإلى الوضع الوبائي في الأردن حيث سجلت جائحة كورونا اليوم ارتفاعا في عدد الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية مقارنة بيوم أمس الإجاز اليومي لوزارة الصحة أظهر أن الأردن سجل اليوم 15 وفاة و 811 إصابة بفيروس كورونا في مختلف محافظات المملكة ومع إجراء 28 ألف فحص مخبري بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.9% مقارنة مع 2.2% يوم أمس عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات يبلغ حاليا 611 حالة فيما وصل المجموع التراكمي للحالات النشطة إلى ما يقارب من 12 ألف حالة وفي إحصائيات برنامج التطعيم الوطني وصل عدد المسجلين على المنصة حتى الآن إلى نحو 3.921.000 شخص وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح أكثر من 3.433.000 شخص مقابل أكثر من 2.894.000 شخص تلقوا الجرعة الثانية تلقوا